من أجل تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب قدمت مساء أمس آليات تساعد العاملين في القوة المشتركة في حوض بحيرة شاد آليات تساعدهم على القضاء على الإرهاب بحضور عديد من الضباط وممثلي الاتحاد الأفريقي أدم حنفي والتفاصيل إن القوة المشتركة التي توحيط بمنطقة حوض بحيرة شاد لا هي ذات أهمية كبرى في تعزيز الأمن وحماية الشريط الحدودي وذلك لمنع أي تسلل من وطيرة الإرهاب مما دفع الاتحاد الأفريقي للقيام بتقديم مساعدة تزهم في إطار النشاط العسكري لوحدة القوة المشتركة كما تتمثل هذه المساعدة في 15 سيارة عسكرية و30 دراجة نارية وكذا 15 مولد كهربائي وذلك من أجل تفعيل وتقوية العلاقة الرصينة بين القوة المشتركة التي تحمي البحيرة والاتحاد الأفريقي من جانبه اللواء أديسون المتحدث باسم القوة المشتركة بالبحيرة فقد شكر كل من ممسلي الاتحاد الأفريقي والقاد العسكريين والشركاء الذين يبزلون قصار جهدهم لرتع الإرهاب بالمنطقة موشرا إلى أن هذه الآليات ستستخدم بصورة مطلوبة ممسل الاتحاد الأفريقي قد شكر الحكومة الجادية على تصميمها في كسر شوكة الإرهاب كما تعحد بقوله أن الاتحاد الأفريقي يسعى بعد التنمية هو القضاء على الإرهاب هذا ونشير إلى أن تضافر الجهود في مكافحة الجرائم المنظمة والانفلاتات الأمنية بالحدود هي من أولويات القوة المشتركة لحوض بحيرة شاد ترجمة نانسي قنقر